الراديو 9090 هواها مصري من أئمة التنوير يعني كان يقول أنه من مشاكل الإسلام في الوقت الحالي وكان عنده جملة كده مشهورة كان يقول الإسلام قضية عادلة يتولاها غالبا محامين نصبين فتلاقي الإسلام جوهر الإسلام أو جوهر كل الأديان بيقولوا أن إحنا لازم نخلي بالنا من بعض ولازم نرفع الأزع عن بعض ولازم ناخد بالأسباب يجوا ناس يتلعبوا بهذه الأمور ويبتدوا يصدروا للناس المسألة يعني بمنهك تاني خالص والدليل على كده إنك لو أنت شخصيا وقفت حد في الشارع كده وتقولي له هو أنت واحد يعني بسيط يعني ويمكن عند الله أحسن يعني مننا وتقولي له طب أنت ليه مثلا مش لابس كمامة أو يقول لك يا عم خليها على الله ما هو على الله ما هو ربنا اللي نعمل كده على فكرة وربنا اللي قال ناخد بالأسباب وهرجع تاني للشيخ معامل الغزالي لما كان بيقول النقل وإعمال العقل يعني إيه يعني ننقل عن السلف الصالح الدعاء وكيفية الدعاء وكده وإعمال العقل يعني إيه إعمال العقل يعني قد نتعلمنا ندعي لكن مش لازم ننزل ندعي وفي مجموعة ونمشي مع بعض ونقول إيه ربنا هيسطر لا على فكرة لا وبعدين بيقول لك أنت بتتوضي يبقى مش هيجيرك الفيروس لا مفيش حاجة اسمها كده ولأ مفيش حاجة طبعا اسمها كده وبالنسبة بقى للناس اللي عندهم اللا مبالاة سواء كانت مقصودة أو مش مقصودة أنا عايز أقول ربنا يهديهم يا رب وكل واحد يعمل المطلوب منه وكل واحد يا فاطمة يا فاطمة ده في وقت ملاقات أياما في الوانزة الطيور كنت بشتغل مع جامعة جونز هوبكنز في مشروع في مصر وحصل أن احنا استخدمنا عملنا حملات توعية مش في التلفزيون بقى عملنا حملات توعية في القرى وفي الأرياف باستخدام الأطفال يعني أن احنا نعلم الأطفال الحاجات الصح في المدارس يعلموا أهليهم عشان الأطفال يرجعوا لأهاليهم يعلموا تخالي يشوف الأطفال بقى صوارين دول يقولوا لك المفروض تعملي كذا ومفروض تعملي كذا ومفروض تعملي كذا العلم والخير مش واضح المعالم وطريقه واضح وطريقته واضحة والخبس والشر والدهاء برضو طريقه واضح ففكرة ان احنا بقى في الظرف الصعب انا بكرر اللي بيمر بيه البشرية كلها نلاقي ناس بترجع المسائل للحاجات وان احنا والجوامع اللي اتقفلت والكنايس اللي اتقفل على فكرة ما الجوامع والكنايس وكل الحاجات دي ما بتتقفل بتتقفل اصلا للتعقيم والتطهير والمنع انتشار الامراض والكلام ده كله وده اللي بس ما بيقراش يعني فيه نكتة كده نتلت على الفيسبوك دحكتني شوية يعني زي ما بقولك هم يدحق جاهب لك واحد قاعد كده بيقول انا زعلان اوزي ان انا مش هصلي الظهر النهاردة في الجامعة فطلعت مانطو بتدربه مانطو بتقول له اسم الله انت صليت الجمعة اللي باتت في الجامعة يعني تحس ان انا شايفة ان الناس المتدينة العاقلة فهمة ان دي وقت ازمة وان الصلاة مش بمكان طبعا وهو الصلاة بحضور القلب وحاجة تانية مرة من المرات كنت يعني كنت بصلي في مكان ولقيت راجل عالم دين يعني في جامعة على فكرة وهذا راجل غير مشهور كنت بصلي صدفة راجل بسيط جدا ولكن اذكر اللي قاله لما كان بيكلم عن ليلة القدر وكان بيقول ملخص الكلام كان بيقول انه كل ليلة قد تكون هي ليلة قدرك قد تكون هي ليلة القدر بتاعتك اذا اخلصت للدعاء واذا توجهت الله سبحانه وتعالى بقلب صافي وبنية بخشوع حقيقي وكلام ده كله فكرة انه ان احنا بنقول ليلة القدر وانها تحراها في العشر الاواخد من المضاء كل ده امور مستحبة ولكن ممكن يكون اي يوم ممكن تكون النهار ده وانت بتصلي او بتدعي ربنا هي دي ليلة قدرك وربنا يستجيب لكل حاجة ودي رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا كبشر كلنا مرة تانية زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت الظرف اللي احنا فيه ده فرصة لاعادة الحسابات مش فرصة للهلع ولا الخوف ولا الكلام ده كله لانه دي على فكرة بقى من المواقف اللي بيحصل فيها امور متشبهة على مستوى العالم كله يعني تلاقي دول العالم كلها عملت تقريبا فكرة الحظر دي دول العالم كلها علاقت خطوط الطيران دول العالم كلها بتقدم نفس النصاية فلما نتطمن انه الاجراءات اللي بتحصل عندنا وفي اي مكان شبه اي قصدي اي مكان تاني خلاص بنتطمن وهنا بقى بنترك الامور على الله سبحانه وتعالى بس ناخد بالاسباب ماينفعش زي ما بنقول ايه تنزل تاكل برا كل يوم مثلا انا بتكلم بقى في اوقت عادي وتاكل في اماكن مش مش كويسة والكلام ده كله وتيجي تقول ايه ربنا هيسطر ومش هيجيلي مثلا نزلة معاوية لا اما انت كده انت الحكاية مش مش عند الحكاية انك لازم تخلي بالك علشان ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك انك تحافظ على نفسك لان احنا عباد ربنا اللي بيحبنا واللي بيقول لنا اعملوا اللي مطلوب منكو علشان خاطر اظلل عليكم برحمتي وبارزائي بيزيق